اشتركوا في القناة اعتقد الاسبوع غني جدا بما يحتويه من حرف ومن صناعات يدوية ومن فعاليات اخرى كالموسيقى والاكل وغيره يعني ما يلفت الانتباه بان كثير من الحرف الاندونيسية التي تم تطويرها قد تم اعتمادها في منظمة اليونسكو وهذا يدلل على قوة الحرفة وقوة تأثيرها الثقافي تحت الشعار تراث العالم في الشارقة يستضيف البرنامج كل شهر بلدا عربيا او اجنبيا لعرض ملامح ومكونات تراثه حيث يحتفي بهذا الاسبوع بتراث جمهورية اندونيسيا وحير فيها وفنونها الشعبية التي سجلت عالميا على لوائح روائع الابداع العالمية في منظمة اليونسكو الى جانب العديد من الورش التعليمية والتدريبية للزوار كل شهر نستضيف دولة من دول من خارج الامارات صار عندنا تقريبا اكثر من 28 دولة لحد الان الشهر هذا هو خاص في دولة جمهورية اندونيسيا ويضمن الفنون الشعبية ما لهم اللي حتشوفوهم حاليا من مختلف انحاء اندونيسيا بقدمون عروض فنية العلاقة بالمنطقة الجبلية والمنطقة السهولة ومنطقة الزراعية اللي في اندونيسيا وقد شوفون اشياء جديدة تعد اسابيع التراث العالمي واحدة من المنصات التي تحتفي بعناصر التراث الثقافي العالمي ومكوناته في قلب الشارقة الباسمة إذن وللحديث أكثر حول فعاليات اسبوع التراث الاندونيسي ومكونات تراثه التي تستضيفها امارة الشارقة يسرون الترحيب الأستاذة عشعبيد غابش رئيس لجنة أسابيع التراث العالمي في الشارقة مستاذ شاء الله بالخير اغتعاش وحيات شاء الله معانا قبل الخوض في تفاصيل اسبوع التراث الاندونيسي ما أهمية إقامة مثل هذه الأسابيع أسابيع التراث العالمي يعني أنا طبعا أول شي نشكركم على الاستضافة اللي احنا تعودناها من المؤسسة الشي الثاني أننا نحن بعد مرور ما شاء الله أربع سنوات نحن في السنة الخامسة في 2020 ندخلنا السنة الخامسة في برنامج أسابيع التراث العالمي ممكن أقول لنا نحن كمنظمين استفدنا من الأسابيع بالتعرف على ثقافات مختلفة ومتعددة بالتعرف على تراث ثقافي تراث ثقافة كل الدولة وكل مشاركة طبعا الهدف أو الهدف من إقامة الأسابيع اللي هو ممكن أقول لك أننا نحن بالنسبة لنا كتبادل ثقافات التعرف على ثقافات أخرى الاستفادة من جميع ما يقدم صراحة فيه خلال الأسبوع صحيح أحيانا هناك دول تشارك ربما لأكثر من مرة ربما في المرة الأولى ما استطاعت أن تغطي كل مناطقها خصوصا لديها امتداد جغرافي واسئ ولديها أكثر من يعني تراث متنوع ومختلف في الحقيقة أندونيسيا تشارك المرة الأولى أو لا شاركت منها؟ لا نحن أندونيسيا أول مرة شاركة أول مرة نعم أول مرة شاركة ما الذي يميز هذه المشاركة بالتحديد؟ أندونيسيا طبعا كدولة من شرق آسيا صراحة اللي ميزها أولا كثقافة صراحة نتعتبر ثقافة جديدة بالنسبة لنا نحن كتعرف على ثقافتهم أقصد لكن ما يميز المشاركة هذه الورش التي ستقدم خلال فترة الخمسة أيام يعني اليوم عدنا ورشة وغدا وبعد غدا إن شاء الله أنتوا اللي تنظمونها؟ لا هم نظمينها هم طبعا هي نحن دائما نعطي الفرصة حق الدولة الضيف هي اللي تنسق جدولها وعقب ما يتم اعتمادها عن طريقنا لكن ورشتين؟ نعم ورشتين بتكون؟ عدنا ثلاث ورش ثلاث ورش هي ورشة اليوم كانت اللي هي الرسم على القماش عن طريق الشمع وورشة بتكون إن شاء الله باتشر بالنسبة لصناعة المجوهرات أو التركي بالمجوهرات والورشة الثالثة اللي هي النقش بالحروف الاندونيسية على بعض الجلد ممكن نقول لأنهم عندهم سوع جلدية عليها بعض الحروف أو الرموز هذا يعتبر زي التراثي التقليدي عندهم اللي هو استخدم فيه مثل هذه نعم هو الحلو في الفريق أنه كلهم يوايين بالزي الأندونيسي المشاركين جميعا يجبين تنوع كبير من الأجزاء فيه أجزاء عصرية وفيه أجزاء من الأجزاء التقليدية لأندونيسيا طبعا مثلا تشوف المأكلات كان فيه تروع كبير ما شاء الله في المأكلات والحواكه الموسيقى قدمون غراءات للمشاهدين ما شاء الله مشاركتهم البارحة وفي الافتتاح اللي تشوفنا ما شاء الله شيء جدا جدا مميز من الوفد الاندونيسي يا سلامة وهذه النقوش اللي اتفضلت وذكرت نعم هاي الورش اللي قدمت اليوم وهي إن شاء الله الورش بتكون باتر هذه خاصة بالمجوهرات بالضبط نعم طبعا هم بيشتخدمون فيها أشياء بسيطة لكن ما شاء الله مثل ما تشوف هي وايد مميزة مميزة طبعا هزيج هاي آلة يعني مثل ما نقول فيها سلم الموسيقي اللي هو دوري مي بسم طبعا كانت مرقمة فخلوا الجمهور كله يستخدم الآلات هاي وهذه الآلة وزعوها على تقريبا ممكن أقول لك كل الجمهور اللي موجود من السفارة واخر السفارة مضافين المحهد والجمهور اللي كان موجود فكان ما شاء الله تفاعل لا فيه آلة يمكن نبدأ تلاع بعض اللقطات من شاء الله فالآلة كان لها ما شاء الله صدى جميل يعني في المشاركة هاي الآلة اللي باسكتنا الحرمة هاي طبعا هاي يعني كل تشوف هذي اللي موجودة عنده الجمهور هاي هاي توزع سهلة واجت سهلة هي يعني بتوستكنت بطريقة طولية شي لكن وتحركها من تحت فتصدر أصوات واجت حلوة جميل جدا طيب الحضور ما شاء الله كان باين الحمد لله نسبة القبال كانت جيدة جدا في اليوم الأول ما شاء الله هي نعم سيستمر لمتى إن شاء الله هو إن شاء الله لين يوم السبت إن شاء الله بيكون آخر يوم بإذن الله تعالى بإذن الله بإذن الله يعني عادة كذلك ينتقل أو تنتقل هذه الفعالية وهذا النشاط ينتقل إلى المنطقة الشرقية في بعض الأسابيع بعض الأسابيع لأننا صراحة نبعد يعني نعطي للدولة الضيف حرية الاختيار أحيانا نشوف ما يناسب مثلا بعض المنطقة الشرقية اللي يناسبها مثلا ودي لهم الفرق مثلا كان عندنا شهر الإطاف جمهورية الشيشان فكان عندنا مفروض أن آخر يوم يكونوا في مدينة خرفك لكن سبحان الله سواء الأجواء الماطرة والأجواء تغيرت هناك طبعا اللغات المشاركة لكن إن شاء الله عندنا توجه أن على الأقل في المواسم الباردة نحن نوذي المشاركين يشاركون في المنطقة الشرقية هي الفعالية بدأت يوم أمس؟ نحن بدأت أمس واليوم ثاني يوم اليوم ثاني يوم كيف الإقبال بالنسبة للجالية الاندونيسية بشكل خاص وعموم المقيمين؟ لا ما شاء الله نحن غير عن الوفد الذي يأينا من السفارة الاندونيسية والقنصلية الاندونيسية الجالية الاندونيسية كانت عددها جدا كبير هذا شيء صراحة يسعدنا تجاوب الجاليات مع الوفد الذي يشارك في دولتهم هذا صراحة يسعدنا جدا بالإضافة طبعا إلى المشاركات أو الجمهور من المواطنين ومن المقيمين داخل الدولة لكن مثل ما شاهدت ما شاء الله الجمهور كان جدا جميل رد أقول لك الشيشان ما شاء الله الشيشان على مدى الأربع تيام كان جمهورهم موجود فتستغرب أن نحن ما شاء الله عندنا نسبة كبيرة من الشيشانيين كانوا موجودين نفس الشيحية من الجالية الاندونيسية جالية الاندونيسية العوائل كلها بتيبة تحضر عنكم ترى هذا فيه تخوف شوي طيب يعني الورش هذه اللي اتفضلت وذكرتها 18 أنه يعني يعني ورش خاصة بالرسومات على المجوهرات أو النقش صناعة المجوهرات ممكن نقول على الجلوم والرسم بالشم على الأقمشة طبعا هذه الأقمشات تستخدم كسكارفات كشالات يعني لها كذا استخدام هالي احنا شاهدنا عندهم المجوهرات تعتبر مثل البروشات صحيح بالطريقة هذه يعني عندهم كذا حجم والورشة الأخيرة اللي مثل ما قلت لك هي الرسم بالحروف الأندونيسية على الجلد جميل سؤالي هذه الورش هل تحظى بإقبال من المشاركين تحظر وتسجل وتشارك نعم يعني البرحة يمكننا نكلم من المنسقة ويانا من أندونيسيا قلت يعاشي نحن سكرنا باب التسجيل إلا إذا في حد من طرفكم لأنهم شو سووا هالمرة يعني الحلو ترى يكون في تعاون وايد جميل ما بيننا ما بين المنظمين من الدولة نظيف هذا يساعد نحن وهم كانوا حاطين عندهم في الموقع في السفارة والغنصلية مثل إعلان عن المشاركة فالبرحة للغنصل الأندونيسي قالنا ما شاء الله يعني اللي تشوفناه من المقبلين على الدورات هاي أننا حتى سكرنا خلاص باب التسجيل إن شاء الله فأعتقد إن شاء الله اليوم موجودين حتى إحنا الجماعة هناك فإن شاء الله نشوف صور باشر عن الورش المقدمة من خلال مكونات التراث الإندونيسي من خلال بعض الحرف المشاركة هل لاحظت فيه تقارب مع التراث الإماراتي أو تراث بعض الدول كذلك من خلال الحرف المشاركة أو المصنوعات يمكن في الحرف المقدمة الحين لا يوجد تقارب ويد هم عندهم صناعة الجلود أعتقد لا نعرف هذه صناعات الجلدية أو لا نعرف صناعة الرسم على الأقمشة لكن الحلو هي سبحان الله هي اللغة العربية تعرف يعني ما أقول لكم أن الكثير تحدث لغة العربية لكن سبحان الله في أريحية في التعامل في شيء قريب يعني فيه تواصلنا وتعاملنا وياهم حتى البرح القنصل قال كلمتين كلمة باللغة العربية وكلمة باللغة الأجنبية وأنهل كلمتها باللغة الإنكليزية بجملة بالعربي فسبحان الله هناك توافق بينهم كثقافة معينة جميل نرى المأكلات حاليا اللغطات كلها تركز على المأكلات هذه المأكلات وجزء منها كذلك يتم طهية في نفس المكان صحيح؟ نعم نحن دائما نطلب هذه الموظفاتنا نحن فخورين وموظفاتنا يحبين يتعلمون الورش موظفات المعهد نعم فنحن بالنسبة حقل الأكل في بعض الدول يحبون أنهم يطبخون طبخ حي فهذا يعدنا طبخ حي في الأسبوع الأندونيسي صحيح الفنون الشعبية جانب رئيسي تعكس تراث هذه الدولة نعم وتعكس كذلك أبرز ما تتمتع بهذه الدولة في هذا المجال مجال الفنون في الحقيقة يعني من مخزون ثقافي من مخزون ثني اليوم من خلال ما عرض في اليوم الأول واليوم الثاني في السبوع التراث الاندونيسي يعني أبرز ما يميز الفنون الشعبية لدى جمهورية اندونيسيا نحن في يوم البروبيم كان عندنا فرصة نحن ندردشوا المشاركين كفرقة فنية يعني كنا نحن نأخذ راحتنا شوية نسألهم هذا ما يقدم في عروض كانوا تقدم مثلا يقول لي في الحفلات في عروض تقدمت هو قال لي مثلا وقت الحصاد في عروض معينة فهم يعني تحس يعني هم كشرق آسيا معروفين طبعا بموضوع الحصاد وبموضوع الطبيعة فكل عروضهم تحسبها يعني داخل فيها يعني غير عن الجانب الرقص والفن الجانب الثقافي جانب ثقافي التمهم يعني كزي كحركات حتى حين بعض الاهازيج اللي هم يرددونها يعني بس نحن محتاجين بعد فرصة أكثر لنتعرف عليهم إن شاء الله نذكر مرة أخرى سادة المشاهدين راح تستمر الفعاليات لين يوم السبت إن شاء الله السبت إن شاء الله بيكون آخر يوم بيكون في الختام فترة المسائية تبداعها الفترة المسائية من الساعة خمسة يومين إلى الساعة تسع في منطقة قلب الشارقة نعم في البيت الغربي مركز فعالية التراث الثقافي يعني أنا يعني يحضر إلى ذهني سؤال أذكر في الأسابيع السابقة كان يعني موقع التنظيم في معهد شارقة للتراث انتقلتوا إلى البيت الغربي لا إحنا بدينا بتوجهات من سمو الحاكم اللي يحفظه أنه في البيت الغربي ثم انتقلتوا إلى انتقلنا لمدة ثلاثة شهر كانت بعد بتوجهات من سمو وأنه يشوف يعني مدى أقبال الجمهور لكن صراحة شفنا أن الجمهور يفضل أن تكون الفعالية في مكان مفتوح في مكان تراثي لأنه ونحن بعد صراحة أريح لنا يعني كتقديم في البيت الغربي حتى يستفيدوا كذلك من مقاومات المنطقة بضضاء بضضاء يعني سوق العرصة نعم 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 ومنطقة ككل حيوية حيوية وتراثية وتناسب أيряك تتماشى مع برنامج الأسابيع صحيح نعم عادتا جدا السادة عائشة كيف تتم ترشيح الدول هذه هل تتوفر شروط معينة لمشاركتها نحن نجاوب على السؤال هذا بطريقة لكن الآن نحن خلاص تقريبا ما حد الشرق التراث أحد برامج الأساسية أسابيع التراث العالمي في الشارقة يعني نحن عندنا خطة سنوية نحن في السنة نقدم ثمان دول أو نستضيف ثمان دول يعني نحن في اندونيسيا وصلنا 34 دولة مع بداية السنة الخامسة نحن خلاص من ضمن برامجنا السنوية نحن نستضيف كل شهر دولة لمدة ثمان دول في السنة فاندونيسيا إحدى الدول التي نحن استضفناها بالثل ما قلناها قبل نحن قبل كنا ندور الدول الآن مشارة الدول بعقو ما نحن عندنا البرامج الأسابيع نعم هي تبادر يعني أنا عندنا حق شار 12 في دولة كاتبت لنا رسالة من تقريبا شهرين هي تبغي تشاركوا معنا فجدولناها على شهر 12 فالحمد لله يعني نحن نستفيدين من وجودها ما بيننا في الشارجة وهم يستفيدون كثيرا من المشاركة تراث العالم يحضر هنا في الشارجة نعم في الحقيقة في قلب الشارقة في البيت الغربي بالتحديد من خلال جهود معهد الشارقة للتراث وبدأ وجهات سامية من حضرة صاحب السمو الحمد لله ربنا الحاكم الله يحفظه ويرعاه نعم إن شاء الله يعني اليوم كذلك ربما هناك دول في قائمة الانتظار كما تفضلت نعم يعني أبرز الدول اللي بتشارك إن شاء الله في هذا العام اللي اعتمدتوها في أجندتكم الحين إن شاء الله عدنا على مارس يعني نحن عقب سبعين بدأ سبوع تراث المالديف شوية ضغطنا الجدول عشان استعدادا لأيام الشارقة التراثية بعد سبوعين إن شاء الله ستكون عدنا المالديف شهر عشر إن شاء الله ستكون عدنا إسبانيا الشهر حداش عدنا دولتين صراحة بسماء هذا اللي لا نشوف من في التفوز وشارح داعش إن شاء الله 12 ستكون عندنا إن شاء الله ليونان إن شاء الله إن شاء الله يعني كل الدول اللي في القائمة القادمة كلها سياحية من الدرجة الأولى الحمد لله رب العالم الحمد لله بتحظى بقبال إن شاء الله وحضور طيب لدينا إن شاء الله أربعة بعد مونتينيقرو بتكون كظيف في أيام شارقة تراثية لكن بعد تعتبر من دول أسابيع جميل يعني بما أنت من خلال إجابتين على سؤالين يعني عرجتي على أيام شارقة تراثية ما الجديد كيف هي التحضيرات السادة المشاهدين أكيد أن يترقبون هذه الفعالية الرئيسية والله نبدأ الحمد لله التحضيرات يعني يعني الحمد لله العمل الجاري مثل ما يقولون على قدم وساق شعار الدورة موجود برامج الدورة تقريبا يعني ممكن أقول لك 75% الحمد لله تقريبا جاهزة البرامج لنحن أخذنا مع دكتور عبد العزم سلم رئيس المعهد جولتين في الساحة البارحك أننا عقب ما خلصنا افتتاح أسبوع الاندونيسي بعد طلعنا في جولة فالحمد لله بيكون فيه جديد إن شاء الله إن شاء الله بيكون في جديد كالعادة بتبدأ في مع بداية شهر أبريل إن شاء الله من أربعة 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 لين 22 أربعة إن شاء الله الناس تستفسر تقول ربما بتداخل مع شهر رمضان لا ما بتكون إن شاء الله قبل رمضان ما نخلص بثلاثة أو أربعة أيام على حسب عدل هذا يعني حسبنا ثلاثة أيام قبل رمضان إن شاء الله بنخلص شو تبشرون الجمهور بيستانسون ويد إن شاء الله السنة مثل كل سنة طبعا يعني موشنا بس السنة كل سنة عندنا جمهورنا ما شاء الله مثل ما دائما إحنا يردد بوسيف إحنا أيام مشارقة تراثية خلاص ما يبالها دعاية صحيح أيام مشارقة تراثية يروحها كأسم يروحها دعاية فالحمد لله مثل ما كل سنة نحن عندنا جديد السنة إن شاء الله بعد بيكون فيه الهجزات الموجستية كذلك إن شاء الله يكون فيه توسع بالنسبة للمواقف وماكن الدخول إن شاء الله صراحة حريصين على هذا الموضوع حريصين على راحة الجمهور من ناحية إن شاء الله مواقف يعني إحنا ما نبغي الجمهور يلومنا لأن ما شاء الله العدد كبير أكيد نحن الحمد لله الجهات متعاونة ويأنا ويعطونا مساحات كبيرة من المواقف لكن ما شاء الله عدد الجمهور هو اللي يفوق عدد المواقف صحيح والملفت يعني كذلك وما يجدر ذكره بأن هذه الأيام التراثية كذلك ستنطلق في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة ولن تقتصر كما هي عادتها يعني في كل عام على مدينة الشارقة فقط أنا سعد بوجودك معاي من ناركم كل التوفيق شكرا خيم الله يحفظك شكرا إذا المشاهدين وصلنا للختام دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء